مذو العام 1994 وللبلديات 10% من عائدات الاتصالات نمت حصة البلديات طويلاً في خزنة وزارة المال قبل تعيين جبران باسيل وزيراً للاتصالات يومها أثار باسيل القضية طالباً إجراء دراسة حولها أوقف خلفه الوزير شربل نحاس انتقال الأموال من الاتصالات إلى المال واضعاً العائدات في صندوق مخصص لهم احتسبت البلديات حصصها وتم جدولة الأرقام المقدرة بـ 1800 مليار في عهد الوزير الأولى الصحنوي جاء موسم الحصات في هذا العهد استبقى الوزير الحليب طرص حرب الملف بالإعلان عن إفلاس الصندوق البلدي قبل أن يعود ويقر بوجود 1500 مليار كعائدات للبلديات لافتاً لوجود إشكالية في التوزيع كنا نحن ناطرين لنا شهرين ثلاثة على أساس أن هناك طلب لتفسير المادة 55 من قانون التبقى تتولى الإدارة المختصة يلي هي وزارة الاتصالات فرض الضريبة على المشتركين وتستوفيها منهم تبقى على أن تؤدي حاصيلها بعد حسم الضريبة المدفوعة على مشترياتها مرة كل ثلاثة أشهر إلى كل بلدية معنية بالنسبة حصتها من الاشتراكات لم يذهب حرب بعد إلى هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل ولم يوافق على هذه القراءة المشتركة لرئيس لجنة المال والموازن أبراهيم كرعان ومنصق لجنة رؤساء اتحاد بلديات لبنان خليل حرفوش بل أرسل كتبا عدة إلى مجلس الوزراء يؤكد فيهم استحالة تطبيق النظام نفسه على الثابت والجوال بينهم مرسوم ينص على بند توزيع 673 مليار على البلديات وبند رابع ينص على اقتطاع مبالغ تتراوح بين 50 وال60 وال90 بالمئة من العائدات لخدمة النظافة نحن معترضين على اقتطاع 90 بالمئة ما يقارب 90 بالمئة من أموال البلديات من الخليلية إلى شركات النظافة إلى سوكليل نحن نطالب كل المعنيين وكل الوزراء والحكومة مجتمعة بإقرار مشروع المرسوم حالا دون أي تأخير وبإلغاء المادة الرابعة منه 30 مليار 30 لبلدية ترابلوس و414 مليون و120 ألف اقتطاع 27 مليار رصيد 3 مليار و341 سيطبق نموذج ترابلوس على كل المناطق اللبنانية وفق مرسوم يتعارض مع المادة 55 من قانون التفيئة وعليه تعود سوكليل دولة مركزية تبسط سلطتها على المدن والقرى اللبنانية ستنتظر البلدية جلسة لجنة المال والموازنة ثلثاء المقبل عسى أن يحضر الوزير هذه المرة بدلا من انتداب المسؤول الخارجي عن القانون في وزارة الاتصالات